بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نتحدث في هذا الدرس عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها ونبدأ بإذن الله فنقول إن أسس هذا العلم وأركانه موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وجاء في السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين وامتثالا لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها ولا سيما إذا شكوا في صدق ناقل لها فظهر بناء على هذا موضوع العناية بالإسناد وقيمته عفوا وقيمته في قبول الأخبار أو ردها جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده فقد ظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواه ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد ومعرفة العلل الخفية وظهر كذلك الكلام في بعض الرواه لكن على قلة لقلة الرواه المجروحين في أول الأمر ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وآدائه ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفاوياً لم يكن مكتوباً ثم تطور الأمر بعد ذلك وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث وأوضح مثال على ذلك كتاب الرسالة وكتاب الأم للإمام الشافعي وأخيراً لما نضجت العلوم واستقر الإصطلاح واستقل كل فن عن غيره وذلك في القرن الرابع الهجري أفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل وكان أول من أفرده بالتصنيف القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامى هرمزي المتوفى سنت 360 هجرية في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي وسأذكر في الدرس التالي أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين إفراده بالتصنيف إلى يومنا هذا هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم